السلام عليكم اهلا في داركم وفي بيتكم وفي كزينتكم وفي عائلتكم حبيبة قلبي رافي قدر بيت وحشتكم فيديو جديد اليوم غير الناشاط مع حانين روتين مطرطق غادي يعجبكم وراه جاي جديد وترقبوا كل الفيديوهات كلها ناشاط وحيوية وتحفيز اليوم نبدأ وان شاء الله قاعلي راكم تشاهدوا فيها مام اللي ماركيش مشتاكه معنا ونقول لك غير ما تراطيانش معاه حانين غير الجديد وغير التحفيز وعلى بالي بالي غادي يعجبكم روتيني ووصفاتي بإمني الله تعالى قبل ما نبدأ هذا روتين رافيه تحضيرات رمضان وفيه واحد الشوية تعا مشتريات غير باش تستفادوا مع أختكم نبدأوا بهذا التحليه عملت لكم بانكيك شوفوا روعة غير بحبة بانان في العجينة ويجي طوب خفيف وليتكم غادي يعشقوه وغضيفكم جربوا وحكموا وكتبوا لي في التعليقات نبدأوا بسم الله وصلاة 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 على رسول الله هنا رايحة نعطيكم تدبيره عندي في البيت أنا عندي كي ما راكم تشوفوا هذا القلوار تاعي يعني قاكس كنت جديدة عندي قريب ربع سنين المهم الزوجة تاعي كان اقتار عليها يعني البلاسة خدمت هاده تاقة شغول درته مشي تاقة بلاكار أفون بلاكار صغير المهم راني نهبط لكم غير بالعقل ها وشو فجر هالتحت راكم تشوفوا فيه وكانت قاع طالعة فارغة كي من هاكا هاد البلاسة كانت فارغة اه المهم تطلع قاع الفوق الاسماء فارغة اه اقتار عليها الزوجة تاعي دال لها هاد يعني لها هاد الحاشية هاكا ايطاج خدمها لها كي كان قاع يخدم فيها يدلها في فايونس ويسبغ وكلش دال لها هادك الانطاج يعني احنا بحكم عنا الديق راكم عارفين غير لي عندهم لي فيلا اللي عندهم الوسع عندهم عندهم بلاكارات عندهم القارجات لهم مبارك ان شاء الله هربي كامل يرزقنا انا تعارفوا نسكن في البطيمات تعارفوا الديق والماء عندهم مكا شوين نديرو وكلش قلنا نختيانو الفرصة شوفو خدمها لي قاع الفقرة هي جاية معا البلافون كي ما راكم تشوفو صورت لكم اذا التاقة هاذي كي ما يقول لك كتدبيرة يعني مشي تاقة اراني غير نقول لكم التاقة تاعموم ها بوسا بالتواقي انو بغين نقيا ونبغين ننظفوا راكم تعارفوا اه المهم هذا بلاكار خدمها الزوجة تاعي هاذي كلا بوغد يغلي دارها له طلع حاق كي ما نقولو دال له طبقة وحنا خدمنا هاذ البلاكار المهم هو خدم منا غير هاذ البلاكار وهاذ اللي طاج اللي راكم تشوفوها وهاذو اللي زاطاش اللي راهم في الحيط احنا شريناهم واللي تركز عليهم الحطبة لوحة وهو ركبوهم منا وكي ما راكم تشوفو يعني غير الكادغ وثياقة هاذا اللي ركبوهن هاذو كل اللي زاطاش ولا ما على بليش كيفا يعطو لهم احنا شريهم الزوجة تاعي اللي كان كيري يركبوه منا ومن بعد اه اللي يخدم منا الكوزينة الزوجة تاعي كان قالها عطيني الطرف تاح يعني حط بايلة عندك اكتاحها وعطاها الناد دينال والقيس وهنا عملت هاذ المنظم اللي راكم تشوفو فيه وعملت هاذ الغول وهذا اللي يبرق شريته من بلانطون على ما اظن 20 ميلي يدير لكم يعني بزاف اللي الزيطاج كيكونو كبار شوية دير ثلاثة وكيكونو ربعا يدير لكم ربعات يعني تغلفوا به الزيطاج يغتيحكم تعال البلاكارات ولا كي ما بغيتو ما زال نزيد الفوق نغلف هكا هذيك الحطب غقا نغلفها ونوريكم تنظيمي تنظيمي بإذن الله ما هي تعالى هذا ما راش منظم غير حطيت هكا عشوائي ما زال ما النظمة كي النظمة وتشوفون اوغانيزي هبية بهذوك اللي غنجمون تعلم معا يجي روعة ونتقاسمها في الروتين الجاي مع خواتي دونك تقاسمت معكم هاد التدبيرة والزوجتاعي كان اقتار عليها يعني يقال يديري هاد الفضي هاد الكارويت اللي راهم في التاقة يعني باللون الاصفر ومي دي فلور ها كان كي ما كولوا قتلوا لالا دي اللي هاد الكادر ديروا دي اللي ازجاج تعوف اه فلاغ جانتي يعني في الفلاغ جان في الفضي اه لان مع الباليش انا يا رايح نعود نسبة اصبيغة واحد اخرى وهاذو يجو صفورة ما يجوش قتلوا ديرهم اللي يقع بيوضة بيوض فلاغ جان باش يواتي يقع اي اسبيغة نديرها وشوفوا كيف يشجل ها هو ولا شوف اجراء او عادة شوفوا كي ما كانوا يتقبوا قعم مرهولي بالجبس والتراب وهذاك راني عادة ننظف راني عادة مع التنظيف مازال ما ننظفه غير كمل يعني حطيت هادو وراني نوري الخوتاتي ها هي قع وريتها كوم من فوق للتحت يعني استغلينا هذك المكان الفارغ درناه بلاكا كان قع فارغ خدم هنا قلنا مليون وثلتمية وخمسين هذه هي قوتيتي ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تستفيدوا اذا ندخلوا بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله تحضيرات رمضان هنا هادو زاني اللي وريتهم منكم في مشترياتي ها هما خسلتهم ودرتهم يقطرون رايح نعملكم تدابير روعة وتحضيرات في الفيديوهات الجاية اليوم نعطيكم شوية والفيديوهات الاخرى ايضا مكملونا سويت تحضيرات رمضان هنا رايح نوريكم مشتريات وندخلوا في تحضيرات رمضان هاذو اللي راكم تشوفوا فيهم هاذو ليسو تاس ولا ليسو كوب شريتهم ربعين الف ربعة باثنين وربعين الف عفوا ها هما ربعة يجو في باطة بكارون دو ميل الشريت الثمانية على حساب نحنية على حساب العائلة خليهم لربعين الف يعني يرى تمانية بثمانين الف تحطي فوقهم الكاس هاكا يعني كما نقولوا في الطاولة تجي راقيا و تجي ما شاء الله فوق الطابلة يعني شاك بيرسون تحطي لها الكاس تاعة مع هاذا الاسكوب والليزاسية تاعة البولت على الشربة وتحتها الاسكوب تاعة البلال كما تقدر تحطي فوقها الفنجل تاعة القهوة تاعة صباح فحشي عمرك وعلي هلا هادو ليجو تحت كما نقولوا تاعة السخونية ليجو تحت البلال كيمة طيبقهات ولا ما نشعرفة ولا كوكوطة تاعة ولا ما تلقي يعني ما تلقيش ما تحبيش تحطيها فوق الطابلة تاعك باش ما تنحركش الطابلة ولا الجلد تاعك ينحلق البلاستيك هادي هادي ايضا كعون دو ميل هادو زود شريتهم باش نحط فوقهم ولا كوكوطة ولا ما نشعرفة كل واحدة ولا افكار تاحا ولا ولا لا سوبياكي تحطيها تكون الحريرة ولا الشربة سخونة باش التواسيغين تاعك ما يتكمش ولا الطابلة تاعك هادلا سيغي هادك الموديل شوفو جايش والكيستي البربار شباب هادو كلي شريتهم تاع الكيسين وتاع البلا المهم شريت هاد المول هاد المول هاد المول مولة بريوش او مولة كيك تعجبني هاد الماتي اقتاع الزجاج الموت عليها شفتو خلصتها كارونت ويميل باش ندلكم بفير مضان انشاء الله تشوفو اطباط بفير مضان وصفاتي باذن الله خلصتها كارونت ويميل كيما راكم تشوفو فيه جايستي لشوفو الموديل تاع مادلين تاع البريوش والا ورؤيت لكم يعني مام تخرجيه سخون تحطيه فوق هادك البلاطو تاع السخانة وهاد الكيسين عجبوني بززاف يا اخواتي شريتهم ثلاثين الف من البريوش صدقوني ايوغرهم في الحوانت يديرو كيلي بيحهم 35 وكيلي بيحهم 40 انا شريتهم البرانتون 30 ميل اخواتي اللي يعني حبت بغا تشري الماعن وكيما نقولو شوية معن تروح للبرانتون والله صدقوني يبيعوا شوية موانشغ على برا صدقوني ادوها مني انا انا رحت وشفت قاع والبرانتون راه يبيع موانشغ عليهم شوية هاد البلانش شريتها ربعين الف كيلي راه يبيع فيها خمسين الف وكيلي راه يبيع فيها 40 ميل مهم راه مكاينة في البرانتون بصح ما ساومتم شريتها من السيوم من واحدة للاسيبيرات 40 ميل هاديك لابلانشغ عليها الخبز الحم الدواجين كل حاجة وحاجتها نديرة كل حاجة وحاجتها هاديك ماشي نقطع عليها الجاج والحم نقطع عليها الخبز لا كل حاجة وحاجتها شريتها اللي غارض مبعد تشوفوني في رمضان ان شاء الله المهم وريدت لكم غير هذا كتاع السخون هذا السوزاسيات هذا ولا سوب لا ولا ها هو تقدروا تاني تستعمله بخاتيك تاني الحاجة اخرى كما شفتوا حطيت في حبقاته وكاس حليب انتوما والافكار تاحكم وهاد الباسوار شريتها كينز ميل من الجرف من بفزوه كينز ميل هذه الباسوار عجبتني كيفيها الغاز وشريت هادو لهم تندانس تاع حطب شوفوا حطب ما شاء الله همتان ليد تاحهم جاية غاز نص نص ترانت ميل للوحدة والحوانة برا يبيعو فيهم ترانت سامين لانشيتهم الحاميس ترانت ميل بلاسة واحدة خلال لهو اعلم دو كنا اعطيكم تدبير واجد ديروهم قبل استعمال هادو تاع الحطب ونمرو بسم الله وصلت واسلام على رسول الله لتحضيرات رمضان ماشاء الله روعة لبنات طلعوا لي الفيديو جبت لكم راسو الله راسو كين بزف لي رهم يدوا الافكار والله العظيم يطلعوا بهم وحنا نقعدو نشوفو راكم تعارفو حانا بزف وصفاتها يعني مشي راني نشكر في روحي مميزة انتم ما تعارفو ايضا اطلعو ايضا طلعو الفيديو غير بلايك باش الفيديو يطلع لي يترغج ويعرفو يعني يتبان شكون ديرها وشكل ما ديرها شكون اللول من فضلكم اخوات فضلا وليس امرا هذي هي قوتاتي ان شاء الله ربي يجازيكم المهم عندنا كاس من السمسم او الجلجلان نقود اعطيكم التدبير كيفاش تنظفو توابل تحكم كان المقطع دي جا راحلي كاس من السمسم او الجلجلان الابيض من بعد ما جوزته في الباسوه كيما هكذا ويعني انفطوه من الغبار ومسحتوه حطيتو على سربيتا ناشفة او ميشا فاناشفة ومسحتوه يعني مسحتوه غير من الغبار نصيحة ما تغسلوش كاس تعميتين وربعين او ميتين وخمسين ميليليت ملعقة ونصف من السنوج الاسود تع الخبز اه هنايا شوفو اراكم شوفو في العيدان وبعض الخدوش يعني هكا كما نقولو اه فايس ماشي في التابل ننقوهم ننظفوهم هذو كل عيدا نحوم شوائبوكا وننفضو مليحم 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 في الباسوه من بعد ما نكونو امسحنا تابل تعنا في سربيتا حطينا وبدنا نمسحو عندنا كاس تعمينا الجلجلان الابيض او السمسم الابيض ملعقة ونصف من السنوج الاسود ملعقتين من حبة حلاوه او الحبة الطيبة اللي هي اليانسون يمكن يكونوا اخاوات معنا من دول اخرى انهم معنا ماشي يمكن اسكونا من يكتبو لي ونخلطوهم مليحم مليح بملعقة نعبيوها في البلارات ونخبيوها لرمضان علش تعملوه في الخبز التحكم من الداخل يعني في العجينة الداخل مع المكونات من بعد تعجنو العجين تحكم عادي تعملو ملعقة في كما نقولو زوج خبزو لا ثلاثة واذا كان الخبز بزاف تعملو ملعقتين قبار راهو صحي ما شاء الله يجي الخبز التحكم من السم بيتوابل ما نحكي لكمش ايضا في اليسالي من فوق الدردر من بعد ما يخمره في اليسالي تيوحكم في المخبوزات ما شاء الله في الجانب بتاع البيتزا تاني يجي ديكور وبناء وفايدة للكورة تاعنا هنا رايح هنمر معكم لتدبيرات زوجة وهيات لاشا بلوغ من اسمة كنت حطيتها لكم وقع في الديوبيت على القناة من فتحتها يعني على طريقتي وتدبيرتي ما شاء الله ولكن كانت المشاهدة نقصة راكم تعرفوا القناة مين تكون جديدة وقع راني عاو تحييتها لكم من جديد المهم شوفوا رحاها لي ما شاء الله انا ما نحبوش رطب فارنة نحبوها شوية يكون محبب تحمصوها بشرط الخبز يتحمص باش يجي بنين في العجيجات التيحكم وفي لي بلاق غاتا دوكنو نوريكم كيفش تستعملو في لي بلاق غاتا وكيفش تستعملو في طرق اخرى بزير المهم قسمتو على اتنين هنا الكمية على حساب وشاركم حبيبا القسم القسم الاول عملت فيه ورقة راند يعني حكيتها مليح مليح بينات يدية تحكوها بيان بشيت في التدقاع عندنا رشة فلفل اسود رشة فلفل عكري او فلفل احمر حلو ماشي بيمون عندنا نصف ملعقة من الزنجبيل نصف ملعقة انا هنا الكميات على الشابريوغرا هي ناقصة عملت ربع ملعقة قلت لكم الكمية تاع الخبز المرحي المحمص على حساب وشاركي راح تستعملي هذا الطريقة الثانية يعني القسم الثاني رايحين نسموها ايضا رشة من الفلفل اسود ربع ملعقة عندنا نصف ملعقة من الثوم بودرا راهو يتباع لبنات انا ما زال ما عملته لكمش اسمحوا لي كنت راح نعمله لكم لذيق الوقت نصف ملعقة توم بودرا ما تكتروش نصف ملعقة ماشي معمرة رشة من الكركم الطريقة الاولى قسط الاول عملنا فيه رشة من الفلفل عكري وهذا الطريقة الثانية يعني الصحن الثاني عملنا فيه رشة من الكركم يعني يكون تغيير في توابل نصف ملعقة من تابي للدجاج او تابي للشاورماية اللي بنات يعطيها ذوق راهيب شوفوا العجيجات التحكم تجي مطرد قابلنا ما نحكيش لخواتاتي بهذا الخبز المنسم طبق الاول نعمله فيه نصف ملعقة من الجلجلان او السمسم ما نحمسوش اللي بنات نديروه على حاله المهم يكون ممسوه في السربيتة كيما قلت لكم في من شافه وتجوزوه في الباسواغ منظف نخلطوه بيهن ونعبيوهن في البلارات علاش ما نحمسوش الجلجلان لانه رايح طيب في المقلع يعني عجيجات ولا في البلاق غاتين ولا راح يزيد يتحمى نخلوها على حاله تخلطوه مليح 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 وتعبيوه وتخبيوه عادي في البلاكار ليش في الثلاجة لبنات شوفوا قطع الرند شوفوا كيفها راه يتبان ما شاء الله تخبيوهن عادي في البلاكار تحكم ونحضروا بهم إن شاء الله إذا قدمنا يربي قبل رمضان وفي رمضان ثاني وصفات روعة ترقبوها بإذن الله نمروا للبانكايك اللي عندها حبة موز طايبة ولادها ما يكلوهاش من الأحسن نعملها طايبة ما عندك ش عملي حبة عادي كما هكذا حبة موز في الخلاط ملعقتين سكر نضيفوا رشة ملح بشي نسقلنا الذوق هلا حبة بيض تكون يعني بحرارة درجة حرارة الغرفة كسحلي عادي يعني بارد مش بارد بارد ومش بدرجة حرارة الغرفة بارد يعني عادي نديروه يخلط لي مدة ثلاثين ثانية لبنات أخواتتي أنا هنا نسيت الدهن المارغارين أو الزيت هنا نفرغوه في وعاء تحبوا تعملوا الفارينا في الطعس وهو يخلط عادي كيف كيف ثاني تخلوا في المكسوق وتخلطوا عادي عندنا كأس من الفارينا الفارينا يكون جبل أنا هنا عملته ولكن كنا عرف بعيني ميزاني جاني شوية خفيف البانكيك اضفت له شوية فارينا عندنا ملعقة ونصف من خميرة الحلويات نخلطوا جيدا الدمعية كأس تعفارينا بومبي عندنا ملعقة صغيرة من الفانيليا لبنات لفانيه هذي سائلة هذي اللي يتبع في القراعي 10 أليف ساندينا غتهب البانكيك سيجيوا ولا بالأحلام جربوا وحكموا شوفوا البنات قعد في فمكم ماشي غبرة هذي سائلة راني دجا دايرت لكم بها تحليات تخلطوا لمدة نصف دقيقة وراه جهز نستعملوه مباشرة ما يخمر ما يريح ما والو ها هو الكستعنا كيف اشتعمروا هكذا شوية جبل واذا شفتوه يعني للمحترفة موالفين مع البانكيك وموالفين اذا شفتو البانكيك تحكم جاكم شوية تقيل ولا جاكم شوية معجن ضيفوا شوية حليب ضيفوا ملعقتين كبيرة حليب وخلطوا القارورة تحكم مليح لاستو ستاني راهي فالطياب انا عملتها في قارورة كما شفتوني هذي تعال كاتشوب كان شرها الزوجتها اخسلتها ببيان وضيتها تقطر نشفتها وخلطتها لستعمالات هكذا البانكيك البغريرة شوفوا الاستعمالها روعة نديروا المقلة تسخن سخن مليح من بعد نقصوها كي تسخن المقلة تسخن نقصوها النار لا تكونش قاوية لبنات وما تكونش ناقصة نص نص يعني لا تكونش ناقصة قعمية ميتة ميتة وما تكونش قاوية بزيب البانكيك تعنا معجن نص 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 شوفوا درت الطبق الاول وضربوا هراني نوريكم جاي ذوب في الفم وسيختول بنا البنات روعة ديروا الولادكم فرحوهم خاصة في شهر رمضان في السهرة في الليل ما شاء الله صهرات رمضان ولا جيك جارتك ولا ضيفة ولا العائلاتكم ليكم انتم شوفوا كيف يججا تحفا وراهم جايين وصفات اخرى يعني بلا بانان بالعجينة برك ما تنسوش خدكم طلعوا لي باش تطلع الفيو ووصلوا لي لي فيديوهات رها عندي خلل في القناة البنات الفيديوهات ما راش توصل الاخوات بزيف رام يقولوا لي حان انا كتطولي علينا وانا راني نحط وما رامش يوصلونا لي فيديوهات ونقولكم انا راني نرسل مع لباليش لا ظهر من اليوتيوب ولا عندي خلل ولا الله اعلم انتوما اللي تساعدوني انتوما ساندوا كي تعملوا لي لي لايك بزيف ويعني تشاهدوا لي الفيديو كامل راه يوصل الاخوات نموت عليكم ما تنسونيش باللايك في امان الى سلام